موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ اليوم المحاضرة الثانية أولا سنبدأ مع أهداف هذه المحاضرة الهدف من هذه المحاضرة اليوم أولا الاستماع تكي والأهداف هي أولا التعرف على مكان وقوع الحدث من خلال الكلمات التي تظهر في الحوار وثانيا بالنسبة للقراءة الكي في القراءة يجب أن نختار الفعل المناسب للجملة والموضوع وثانيا نختار الفعل المناسب للمكان مثل الدواء مثلا يوجد في المستشفى وفي الصيدلية الفاكهة توجد في السوق وهكذا وثالثا يجب أن نختار أداة النصب أو رفع أو الجر المناسبة مثل اي و ايسو ال و رل أيضا يجب أن نختار الصفاء المناسبة في الجملة حسب السياق وإيضا اختيار الحال المناسب للجملة مثل سورو جيل نومو آجو بنا نبدأ إذن مع الستماع و المثال الأول بالنسبة للمثال الأول بوغي أولا الرجل يقول أو الشخص يسأل أوديغا أبوسيو أوديغا أبوسيو أين الألم الإجابة أو الجواب الشخص الآخر بيغا أبايو بيغا أبايو يجب أن نعرف الآن أين هذا المكان الآن القواعد المذكورة أولا في هذا السؤال إيغا أبايو عندي ألم في مكان عندي ألم إيغا أبايو والصيغة الاحترامية من هذه الجملة هي سيو أبوسيو أبايو والصيغة الاحترامية أبوسيو الآن الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا كلمة هوتيل هوتيل فندق وإثنان هكيو مدرسة ثلاثة بيونون مستشفى وأربعة شجان سوق الآن الحوار أين الألم أو ماذا يؤلمك بيغا أبايو عندي ألم في معدتي أو في بطني إذن الإجابة الصحيحة طبعا الإجابة الصحيحة بيونون المستشفى إذن تونغداب رقم ثلاثة بيونون بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال لدينا أولا كلمة هوتيل والكلمات التي ترافق هذا الموضوع عادة تادا ينام تمشي دا ينام ولكن صيغة احترامية يأكدا يحجز و غرفة يحجز غرفة الكلمة الثانية أو الموضوع الثاني هكيو مدرسة المدرسة بالنسبة للمدرسة فقد نشاهد كلمات مثل مدرس و محاضرة أو درس بالنسبة للكلمات الشيجان السوق قد نشاهد كلمات مثل كوائل فاواكه و كوكي لحم أولما بيكم هذا بالنسبة للكلمات السوق إذن هذا بالنسبة لالسؤال المثال الأول الفون والإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة 7번 어서 오세요 손님 뭐 찾으세요 운동화 있어요 ننتقل إلى السؤال رقم سبعة 7번 من الإستماع في رقم سبعة يجب أن نختار الإجابة المناسبة أو المكان أيضا المناسب لالسؤال السؤال يقول الرجل يقول أساو سيو أساو سيو سننم 뭐 찾으세요 뭐 찾으세요 عن ماذا تبحث والمرأة تقول 운동화 있어요 هل عندك حذا رياضي 운동화 بالنسبة لالقواعد المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا قاعدة م م م م ماذا عن ماذا تبحث والفعل هنا chata يبحث عن chajayu يبحث عن هذه الصيغة الغير احترامية والصيغة الاحترامية لأنه يتعامل مع زبون نقول chajiseyo عن ماذا تبحث مول chajiseyo إذن هذا بالنسبة للسؤال الرجل قال أوساو سيو أهلا وسهلا سننم و chajiseyo عن ماذا تبحث أو ماذا تريدين لأنها مرأة وندوم هاي سيو أي son-sinyim أي مدرس وثانيا haxing طالب ثالثا pen أي قلم وion-peel قلم أيضا ولكن رصاص إذا كان مطعم هذا المكان مطعم الكلمات المذكورة أو التي يجب أن تكون مذكورة أولا جمهن هذا يطلب وثانيا امشك أي طعم الكلمة الثالثة kage أي محل إذن ممكن يكون هذا الموضوع أو هذا المكان هو الإجابة رقم أربعة أو الكلمة التالية kongwan الحديقة هل هذا المكان هو حديقة؟ وأخيرا undungha حذاء رياضي حذاء رياضي إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة tongdab رقم ثلاثة kage محل 8 5시 영화표 2장 주세요 죄송합니다 5시 표 는 없습니다 الآن ننتقل إلى السؤال الثامن من الإستماع 8번 السؤال المرأة تقول 5시 영화표 2장 주세요 5시 الرجل يقول القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا نستخدم كلمة لالعد و لا يوجد بطاقة أو تذكرة للساعة الخامسة لهذا الفيلم و يعني تذكرة ونستخدم معها كما قلنا قبل قليل أداة العد عدد البطاقات ولكن مثلا نستخدم مع السيارة نستخدم كلمة نستخدم معها كلمة و مع الحيوانات نستخدم كلمة والكتاب مع الكتاب نستخدم كلمة والأشياء بشكل عام نستخدم إذن هذه طريقة العدل في هذه الأمور وبالنسبة للكلمات المذكورة في السؤال لدينا كلمة سينما الكلمة الثانية الكلمة الثالثة مطار والكلمة الرابعة سيدلية إذن الإجابة الصحيحة السؤال للسؤال هي كجان تونجدب رقم واحد كجان نقرأ الأمثلة لدينا المثال الأول كلمة الثالثة كلمة الثالثة كلمة الثالثة كلمة الثالثة الآن ننتقل إلى سؤال رقم تسعة سؤال رقم تسعة السؤال رقم تسعة لدينا رجل و مرأة والرجل يقول 지금 편지를 보내면 내일까지 도착할 수 있을까요? المرأة تقول 내일까지는 도착합니다 إذن ننتقل الآن إلى قواعد هذا السؤال القواعد المذكرة في هذا السؤال أولا يرسل رسالة ثانيا إذا أرسلت أو إذا فعلت ثالثا هذا بالنسبة للقواعد المذكرة في السؤال أما الكلمات فلدينا كلمة يوهنسا مكتب سياحي توسوغان مكتبة مكتب البريد وميسوغان مدحف الفنون إذن بالعودة للسؤال الرجل يسأل عن رسالة 편지를 보내면 지금 편지를 보내면 내일까지 도착할 수 있을까요? الآن تصلوا والمرأة قال 네 내일까지는 도착합니다 نعم تصلوا حتى إذن الإجابة الموضوع حول الرسالة وهكذا إذن الإجابة تونغداب رقم ثلاثة نقرأ الأمثلة المثال الأول حتى متى يمكن أن أستعير هذا الكتاب حتى الأسبوع القادم تستطيع أن تستعير هذا الكتاب الموضوع إذن المكتب رقم ثلاثة مثال رقم ثلاثة بوسان 비행기표 두 장 주세요 أعطني بطاقتين أو تذكرتين لرحلة تذكرتين طائرة لبوسان 알겠습니다 إذن هذا المكان أنا أريدو تذكرت طيارة لبوسان للسفر إلى بوسان إذن هذا المكان يوهنسا رقم واحد 10번 إذن هذا المكان إذن هذا المكان ننتقل إلى السؤال العاشر 10번 من الإستماع يجب أن أختار أيضا هنا المكان السؤال 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 إذن لنجرب أن نفعل شيء معين لنجرب ثلاثة مثلا لدينا وتصبح الكلمة يجرب أن يلبس مثلا يكتب أو يستخدم هذا بالنسبة للقواعد بالنسبة للكلمات المذكورة في السؤال فلدينا كلمة بانجيب مخبز بانجيب مخبز الكلمة الثانية شريكة الكلمة الثالثة صالون حلاقة أو صالون تجميل الكلمة الأخيرة متحف متحف وبالعودة للسؤال السؤال كان أن هذا المكان الكيك الفراولة فيه لذيذ ومشهور والرجل قال لنجرب إذن ما رأيك أن نجرب أن نأكله إذن هذا المكان هو بانجيب الإجابة هي رقم واحد تونغ داب بانجيب بالنسبة للكلمات الموجودة في هذا المثال أو السؤال لدينا كلمة بانجيب عادة يوجد كلمات مثل كيك بانجيسو يو الكلمات التي تتعلق بالشركة رقم اثنان ممكن أن نشاهد كلمات مثل رئيس يعمل الكلمة الثالثة صالون الحلاقة عادة قد نجد كلمات مثل يقص شعره يمسك كيو يمسك هدا يسبق شعره يحلق يحلق لحياته أو وجهه مثلا الكلمة الأخيرة بانجيب متحف في المتحف قد نجد كلمات مثل تذكرة أو المكان الذي نشتري منه التذكرة مكان التذاكر ويقصع التاريخ والآن سننتقل إلى القراءة القراءة في القراءة أولا سندرس كيف نختار الكلمة المناسبة للفراغ هنا لدينا في الجملة فراغ ويجب أن نختار الكلمة التي ستدخل في هذا الفراغ أو سنكتبها في هذا الفراغ سنقرأ أولا المثال البوغي مثال لدينا أولا موريغا ماذا؟ كريسو ياغل مقسم نيدا لذلك أشرب الدواء ياغل مقسم نيدا إذن موريغا أولا توسم نيدا رأسي جيد رقم اثنان موريغا أبم نيدا رأسي أليموني ثلاثة تابسم نيدا حار وأربعة تابسم نيدا قصير الإجابة الصحيحة طبعا هنا هي رقم اثنان لأنني لدي كلمة دواء وإذن الإجابة وإذن الإجابة توندب رقم اثنان رأسي أليموني ننتقل الآن إلى رقم سؤال رقم أربعة وثلاثين سامشي بسعبون السؤال سا جومي كم نيدا سا جومي كم نيدا فراغ السامن أشتري سا جوم سا جوم هو مكان لبيع الكتب سا جوم أذهب إلى مكتبة أو محل بيع الكتب لأشتري ماذا؟ الكلمات الموجودة في السؤال أولا سا جوم محل بيع الكتب ماذا نشتري عادة من محل بيع الكتب؟ كتاب أو كونجك دفتر أو يون بيل قلم الكلمة الثانية مات ماذا نشتري من السوبرماركت؟ ماذا نشتري؟ نشتري منه أو من البيوني جوم من السوبرماركت نشتري مل ماء أو قهاجة حلويات أو قهاجل أحيانا نشتري فواكه أيضا الكلمة الثالثة كا جه محل أيضا المحل ممكن أن نشتري ملابس أو شمبال حذاء أو كابان حقيبة وأخيرا مخبز قد نشتري من المخبز مخبز أو كيك إذن بالنسبة للجملة مرة أخرى الجملة أذهب إلى المكتبة وماذا أشتري؟ الإجابة أشتري كتاب ننتقل الآن إلى سؤال رقم خمسة وثلاثين سؤال رقم خمسة وثلاثين سامشب أوبون السؤال هانكوغوغا أوريوب سميدا چينغو فراغ مرابو ميدا هانكوغوغا أوريوب سميدا چينغو فراغ مرابو ميدا أسألوا صديقي إذن السؤال مرة أخرى هانكوغوغا أوريوب سميدا اللغة الكورية صعبة سامشب أوبون أولا الحل السؤال أو القواعد المذكورة في السؤال أولا لدينا كلمة اي أو اي هانكوغوغا أوريوب سميدا اللغة الكورية صعبة لذلك أسألوا صديقي القاعدة الأولى وهي الملكية كتاب صديقي نوناي كابان حقيبة أختي الكبيرة كتاب قلم الأستاذ القاعدة الثانية ال أو رل وهي أداة نصب نستخدمها مع المفعول به چينغو رل ماندا باب المقدا كوبي رل ماشدا والكلمة الثالثة أو القاعدة الثالثة اي جي ل اي جي چينغو اي جي مرابو ميدا باللغة العربية لا نستخدم هذه الكلمة مع فعل سألا لا نقول سألا لي ولكن باللغة الكورية نستخدمها فيجب أن نقول چينغو اي جي مرابو ميدا مرابو دا سانسن نم اي جي اي جي تلمون هم ندا والقاعدة الأخيرة اي سو اي سو يعني في مكان في مكان أفعل فيه شيء معين مثلا كوشير اي سو كنبو هيو أدرس في الفصل كبه اي سو تينغو رل ماننا اقابل صديقي في المقهى اقابل صديقي في المقهى إذن بالعودة للسؤال هنكوغو غا عوريب سميدا اللغة الكورية صعبة چينغو اي جي مرابو ميدا أسأل صديقي إذن 정답 رقم ثلاثة اي جي نتقل الآن إلى رقم ستة وثلاثين من القراءة ستة وثلاثين سمشب يكبون السؤال حكيو غا فراغ كريسو كورو سو كميدا كريسو كورو سو كميدا المدرسة ماذا؟ كريسو لذالك الذهابو ماشيان القواعد أولا المذكورة في هذا السؤال كورو سو كا دا الذهابو ماشيان كروسو قدا كروسو قدا جاكسميدا صغير كباني جاكسميدا حقيبتي صغيرة كريسو تجي اندروغميدا لذلك الكتاب لا يدخل لأن الحقيبة صغيرة ثانيا منسميدا كثير وثالثا كقبسميدا قريب حيثا كقبسميدا الشركة قريبا كريسو اجمي كروسو قميدا لذلك اذهب مشيان صباحا كروسو مشيان و أخيرا كلمت كتاميدا نظيف كتاميدا نظيف إذن السؤال مرة أخرى حقيو كقبسميدا الإجابة تنجد برقم ثلاثة كريسو كروسو قميدا اذهب مشيان رقم سبعة وثلاثين سامشبتشل بن رقم سبعة وثلاثين السؤال يوم ها غا كنت سميدا يوم ها غا كنت سميدا كبجان إي سو ماذا؟ أولا حل السؤال إي سو ناغم ني دا إي سو ناغم ني دا سوا بي كنت سميدا كوشير إي سو ناغم ني دا انتهت المحاضرة لذلك كوشير إي سو ناغم ني دا أخرج أو نخرج من الفصل نخرج من إي سو ناغم ني دا الكلمة التالية إي سو سمني دا أسكن في إي سو سمني دا أم دي وقتا أو أعيشو أصكن في أم دي وقتا أو أعيشو أصكن في أم دي وقتا أو أعيشو في بيت للطلبة ها سو سمني دا هذا بالنسبة للأمثلة وبالعودة للسؤال يوم ها غا كنت سميدا إي غا كنت انتهى الفيلم كجان إي سو ناغم ني دا تونغداب رقم أربعة الإجابة رقم أربعة ننتقل الآن إلى سؤال رقم ثمانية وثلاثين من القراءة سمشي بالبون نفس الشيء أيضا سنختار الكلمة المناسبة السؤال بعد يوهيني تيمي سو سمي دا تاومي فراغ كالكم ني دا كانت رحلة البحر ممتعة كانت ممتعة تيمي سو سمي دا لذلك تاومي المرة القادمة ماذا؟ سأذهب سأذهب إذن الكلمات التي سندرسها في هذا السؤال أولا عجو ميو تايل نوم مع صفة هذه الكلمات تعني جدا مثلا عجو من تا عجو معنا يوجد كثيرا نوم باب بدا مشغول كثيرا تايل قدا أكبر شيء الكلمة الثانية تايل مع تواها دا تايل تواها دا يعني هذا المفضل لدي هذا الشيء المفضل لدي مثلا كويل جسر تايل تواها مني دا أحب عصير الفواكه أكثر شيء أو هو عصيري المفضل الكلمة التالية سورو مع فعل سورو يعني يوجد طرفين بعضنا البعض يتقابل هذان الطرفان مثلا سورو من ندا نتقابل سورو من ندا سورو تواها دا نحب بعضنا البعض الكلمة التالية مرة أخرى تاشي مرة أخرى تاشي كالكم ندا سأذهب مرة أخرى تاشي يوهيني كالكم ندا سأذهب مرة أخرى في رحلة وأخيرا صغة الفعل الماضي أد أو أطا كانت ممتعة مع طبعا الصفة كانت ممتعة هذا بالنسبة للكلمات لذلك بالعودة للسؤال كانت رحلة البحر ممتعة لذلك المرة القادمة سأذهب مرة أخرى تاشي إذن تونغ داب رقم واحد والآن ننتقل إلى السؤال رقم تسعة وثلاثين من القراءة سمشيب كوبون تسعة وثلاثين السؤال أولا سندرس الكلمات الأفعال المتعلقة بهذا السؤال في اللغة الكورية يجب أن نستخدم أفعال خاصة مع كلمات مثل الثلج والمطر وغيرها والريح ولذلك سندرسها الآن أولا نوني أودا نوني أمني دا ينزل الثلج أو يسقط الثلج الكلمة الثانية بيغا أودا بيغا أمني دا المطر يسقط أيضا نستخدم فعال أودا ولكن بارام لا نستخدم فعال أودا نستخدم فعال بلدى بارامي پومني دا نستخدم إذن مع الريح الريح هو تعصف أو تهبو الريح إذن نستخدم بلدى القاعدة التالية تمني دا تمني دا يعني يصبح مثلا تينغو غا تمني دا أصبح أو يصبح صديقي والفعل الماضي منها وأخيرا الأستاذ يعطي واجبات كثيرة هذا بالنسبة للكلمات والقواعد ولكن بالنسبة للإجابة مرة أخرى الدنيا تثلج أو الثلج يسقط يتساقط والريح تهب أيضا إذن هكذا نكون قد ألهينا أسئلة القراءة أيضا اليوم لذلك الآن سننتقل إلى ملخص ماذا درسنا اليوم حيث درسنا اليوم بالاستماع درسنا الكلمات المناسبة للمكان مثل المطعم والصيدلية والسينما وغيرها وثانيا درسنا الكلمات المناسبة للعدد أو للتعداد وهي كلمات مثل كون للكتاب تانغ لالتذكرة أو أي شيء مكتوب ورقيا وثالثا تان ورابعا بيونغ لالزجاجة وكي لالأشياء وهنجي توكي وأخيرا ته لالسيارة أيضا استخدمنا قاعدة تجربة القيام بشيء مثل وأخيرا درسنا الكلمات التي نستخدمها أو القواعد التي نستخدمها مع الأفعال مثل إذا قاعدة إذا مثل كلمات بيونجير بوني ميون أو كي كري ساميون هذا بالنسبة للإستماع تكي الآن بالنسبة للقراءة درسنا اليوم استخدام الصفات المناسبة للموقف وثانيا درسنا استخدام المنتجات المناسبة للمكان مثل مثلا الخبز أو الكيك كيك الفراولة طبعا سيكون موجود في المخبز وهكذا وثالثا درسنا الحرف المناسب للفعل مع الفعل مثل كلمة مثلا وكلمة يسأل واستخدمنا أيضا الفعل المناسب مع الأسماء المتعلقة بالجو مثل والمطر ينزل وأخيرا استخدمنا الحالة المناسب للفعل أو الصفة مثل هذا كل شيء بالنسبة للملخص ماذا درسنا اليوم أما بالنسبة لكلمات القراءة الرئيسية فكما قلنا درسنا كلمات مثل كلمات تتعلق بالحال مثل ودرسنا كلمات تتعلق بالجو مثل ودرسنا أيضا كلمات مثل وبعدنا البعض أو شخصان مقابل بعضنا البعض ودرسنا أيضا كلمات مثل عندي ألم أو أتألم مثل الدواء مثلا أيضا وكلمات أخرى كثيرة درسناها اليوم هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل طوال شكرا جزيلا لكم